الله هو الذي يعلم أن الفقر خير لك أم الغناء المرض خير لك أم الشفاء المال خير لك أو الفقر الله هو الذي يدبر أمرك لماذا لا ترضى بقضاء الله وقدره لماذا لا ترضى بحكمه هل تظن أن السخط سوف يعيد لك ما فقد من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فر ارضى تعامل مع الكريم الرحيم الذي يسمعك حين تقوم وتقلبك في الساجدين والله ما من دعوة أرسلتها إلا فتحت لها أبواب السماء لكن لله حكمة في عدم الإجابة وما من طلب طلبتهم لله فلم يؤديه لك إلا لله حكمة في ذلك أمام الرقم لله عز وجل عليك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا يبد أن تعلم أن الله تعالى يعاملك برحمته يعاملك بحكمته ترجمة نانسي قنقر